بصيغة أخرى هل كل الطلبة معنيين بالتدريب الرياضي داخل المهد؟ أكيد يعني خصوصية الميدان يستلزم أنه نركز كثيرا على الجانب التطبيقي ولكن هناك كيف نقوله توازن ما بين الجانب النظري والجانب التطبيقي هناك مواد نظرية ونعمل على تطبيقها في الجانب التطبيقي الطالب لما يلتحق بالمهد هناك عشر مواد أساسية عدنا سبع مواد نظرية منها علم النفس الرياضي علم الاجتماع الرياضي تاريخ وفلسفة النشاط الرياضي الإحصاء كذلك الطب الرياضي وفيزيولوجيا والمورفولوجيا وكذلك نشاطات الرياضية كالتخصصات التطبيقية في سنة أولى رح يدرس كرة الطائرة كرة السلة الجنباز والسباح جيد نعم فيه شروط تحدثنا عليها ولكن يبدو من خلال حديثك عن كل هذه التخصصات أن الطالب الذي يختار هذه الشعبة يكون يحب الرياضة أكيد نعم أولا نركز كثيرا على رياضي النخبة أو الطالب الذي له مصار رياضي سابق نحن نسموهم بوكو بلوس لأن هذا الميدان هذا عنده خصوصية يخلي هذا الطالب هو اللي رح ينجح الجانب المهني لأنه عنده دجا قابلية للممارسة التطبيقية عنده مكتسبات قابلية أكيد في الجانب التطبيقي لما يكون في مختلف النوادي الرياضية تابعة لوزارة شباب الرياضة ولما يلتحق إلى الجامعة نحن نعمل على تكوينه في الجانب النظري وكيفية استعمال هذه المعارف النظرية من خلال الوحدات التعليمية التطبيقية عند الفئات التي سوف يستهدفها إن شاء الله